الحيوانات مرحباً أصدقائي سنتعرف اليوم على الحيوانات ونصنفها حسب البيئة التي تنتمي إليها فهيا بنا نبدأ رحلتنا ونجوب البراري ونغلص البحار معاً أولاً اجعل الحيوانات الأليفة داخل خط أخذر والحيوانات غير الأليفة داخل خط أحمر الإجابة الحيوانات الأليفة هي تلك التي تتعايش مع الإنسان فدعونا نتعرف إليها معاً الأرنب البقرة أحسنتم وماذا بعد؟ الحصان الحمار القط نعم وصلوا الكلب والخروف أما باقي حيوانات المجموعة فهي غير أليفة عمل موفق صغاري لنكمل هكذا اجعل خطاً أخذر حول الحيوانات البرية ثم اجعل خطاً أزرق حول الحيوانات المائية الإجابة لنميز إذن الحيوانات البرية عن غيرها إنها الديك، البقرة، الخروف، الأسد، القط، والغزال شكراً لكم لقد أصبتم أما الآن سنقوم بتمييز الحيوانات من حيث عدد قوائمها لذا دعونا نتابع ضع داخل حيز أخضر الحيوانات التي تمشي على أربع ضع داخل حيز أصفر الحيوانات التي تمشي على أثنين الإجابة الطيور هي الحيوانات التي تمشي على أثنين سنضعها داخل حيز أصفر أما البقية فهي تمشي على أربع قوائم بالتالي سنضعها داخل حيز أخضر عمل رائع هيا نواصل ونتعرف إذن على الزواحف وننجز المطلوب كالتالي الإجابة إنه العمل ممتاز يا صغاري لقد أحسنتم التصنيف والآن لنجتهد قليلا ونجيب عن السؤال الآتي لاحظ الجدول التالي ثم لون الخانة المناسبة لغذاء كل حيوان الإجابة الإجابة صغاري المتميزين شكرا جزيلا لنشاطكم لقد أنجزتم عملا رائعا اليوم لذا سنضرب لنا موعدا آخر إن شاء الله فكونوا على استعداد دائم شكرا جزيلا لنشاهد